ناس كثير جدا بتتكلم انه الفلوس اللي جات لنا من رأس الحكمة والفلوس اللي جات لنا من البنك الدولي ومن صندوق النقد ومن اتحاد الأوروبي الفلوس دي ليه هتمن محدش عارفه او الناس عارفها بس ما بتقولوش او الناس بتقولو بس بتلمح اول من يعني مش بيلمح بقى اول من يتحدث بشكل واضح عن التمن اللي دفعوا النظام عشان يقبض قصاده الفلوس دي كان الاستاذ ممدوح الولي في مقاله في عربي 21 بعنوان هل تفلح اموال مكافأة حصار غزة في انقاذ الاقتصاد المصري ودي الحقيقة نقطة خطيرة جدا جدا عنوان المقال نفسه مهم جدا والحيانة بحيي الاستاذ ممدوح الولي عليه لانه فكرة ان دي مكافأة حصار غزة بص الجملة نفسها جملة عار على النظام المصري تخيل ان الراجل بياخد مكافأة انه بيحاصر اهالي غزة هي ده الاستنتاج الوحيد ده التحليل المنطقي تعالوا تشوف الاستاذ ممدوح الولي قال ايه في هذا المقال فبيتكلم ان الاتحاد الاوروبي اعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليار بنك الدولي 6 مليار صندوق النقد 8 مليار مليار وربع من صندوق البيئة 35 مليار من الامارات عشان راس الحكمة فاحنا بنتكلم عن 57 مليار دولار بعدين بيضع عنوان فرعي بيقول فيه مكافأة حصار غزة يأتي هذا الامر بعد ان فشلت مصر في الحصول على قروض جديدة لتلبية احتياجاتها في ظل الازمة المالية والاقتصادية وشح العملة الصعبة التي كانت تعصف بالبلاد هو شايف انه ربط خبراء ومراقبون التحرك المفاجئ والموقف من حرب غزة خاصة بعد ان اعلنت وزيرة الخزانة الامريكية دعم بلادها للاقتصاد المصري بينقل عن السيد عبدالحافظ الصاوي الباحث المتخصص في الاقتصاد انه تغير توجه الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد المصري ما هو الا تغير سياسي وبيقول كمان انه اموال مكافأة حصار غزة هل تفلح في اصلاح الاقتصاد المصري بيتكلم انه اموال المساعدات الضخمة خلال السنوات السابقة لم تفلح في تحقيق الاصلاح الموارد المالية وحدها لا تؤدي الى اصلاح حيكلي اقتصادي حقيقي وان تهميش المؤسسات وهجرة الكفاءات والعلماء والاطباء لايجاد فرصة افضل في الخارج تمويل مشاريع ذات عائد اقتصادي مشكوك فيه كل ده بيعيق التحول لاقتصاد انتاجي مارين الاقتصاد الانتاجي من وجهة نظر الكاتب بحاجة الى قطاع خاص قوي وهذا لا يتحقق بوجود الجيش كيف سيتم تعظيم الموارد والحصول على الدولار بعد انتهاء الدفعات الموجودة الان طيب عن ترجمة نانسي قنقر